بالبداية دكتور مثل ما شفنا عم نحكي عن الأكزيما ونعرف الأكزيما هي مرض جلدي غير جرسومي وغير معدي ممكن نتعرف عليه بشكل أكبر وكيف يسيب الصغار والأكبار يعني وصفتي هذا هو هذا التعريف لا هي من أكثر الأفات شيوعا الحقيقة أنه أكثر مرض ممكن يعانوا فيه عند الكبار أو عند صغار أو بمر بمراحل حياتنا نحنا إلا ما يكون ولحنا هو صغار أو ولحنا هو كبار مرأة أنا بحالي من الحالة تنتمي لهذا المرض أكثر الأمراض الجلدية شيوعا وأكبرها شمولا يعني الحقيقة التفرعاتها كتير كبيرة أسبابها بتبلش من اللاسبب هذا الواقع الحقيقة بنسبة 80% أو 75% وال25% تعزها لأسباب اليوم قيد البحث مثلا فيه شيء مسبت وفيه شيء هلا عم بيبحثوا أهم الأسباب أنه في عنا لحنا استعداد مناعي دايما عند الأشخاص للإصابة يعني ما حيالله شخص اليوم بينصاب بالإكزيما مثل الشخص الثاني نفترض اليوم عندي إكزيما ناتجة عن تماثة مثلا ربات البيوت اللي هي العلاقة بمواتج اللي بتلاقي ست بتجلب نفس السائد واحدة بيصير مع إكزيما وواحدة لا نعم فمعناتها الحقيقة هو الموضوع شخصي يعني يرتبط بعوامل قد تكون زمر نسيجية استعدادات اليوم وراسية موجودة للقصة بنية تأتبية بنية تحسسية هذا بتساعد على الظهورة وحسب بقى المنشأة تبعا بأشكال أو بأنواع بتصير بتاخد المظهر اللي بيتطلب منها معالجة محددة سواء بعزل السبب أو بنظام المعالجة نعم دكتور هاي يعني غير الأكزيما يمكن كنا نحكي تحت الهوى البشرة خلينا نقول أو الوجه هو مرآة لألنا عم نتعرض لكتير عوامل غير عوامل التقص الحرارة عم نتعرض أيضا لنوع من الدخان ممكن حتى الدخان اللي عم يطلع من السيارات ويغبوا بشرتنا كتير من العوامل عم نتعرض لألنا قديش كمان مهم يكون عنا هيكي شيء وقائي نقدر نحنا نحافظ في عليه أو حتى شيء من جوة دايما أنتوا كدكتور مثلا بتركز على شيء داخلي لا يظهر لبرة الشيء الخارجي هو بس من برة ولكن قديش مهم أنه نحنا نبلش إذا كان فيها أي شيء نعالجه داخليا هلا بالشكل العام إذا لنا نقعد إحنا نتحسب لكل شغلي ما منعيش إذا لأولي الدخني تبع السيارات والطقص والغبرة هاي الوسواس والأكل وهذا كذلك نحس حنا منقعد مثل ما يترجع في زمانه نحط حلا بغرفة الأكسجين ونحط قناعات ومنمشي والوهم بهيك شغلي أصعب من الإصابة نفسها الوقاية بتقول إنه إذا إحنا ما نقدرانين نطلع برات البيئة تبعنا أو برات المشكل تبعنا أضعف الإيمان إنه إحنا نقوي دفاعاتنا يعني أنا إذا نحكم عليه إن نزد حالي بالبحر فخلينا يتعلم السباحة فأول شغلي لازم نقوي حالنا طبعا كيف نقوي حالنا إحنا فيه شغلات اللي على أنه نبعد عن الشغلات اللي إحنا بإيدنا ممكن نقزي حالنا فيها مالنا على فيه أمور ممكن تكون مؤزية خارجة عن إرادتنا فيه شغلات بإيدنا من بعد عن الشغلات اللي بإيدنا ونحسن دفاعات جسمنا اللي هي بتعتمد دايما على التغذية طبعا ما بس الموضوع بيخص الجلد الجسم هو مثل السفينة يعني كل ما منخدمها كل ما مندير بالنا لها كل ما بتبحر فينا أكتر تحسين أنماط التغذية طبعا ما أصد بأنماط التغذية ممكن تكون لا تعني بالضرورة خضرة ولا تعني بالضرورة أكل زيت لا لا بالعكس أبدا هو لازم يكون تنوع غذائي الإنسان بدي يكون عنده تنوع كامل بدي يكون عنده وارد بروتيني جيد بدي يكون عنده وارد دسم جيد بدي يكون حتى شايفين هلأ وقت بقوله كوليسترول وشحوم إذا بتتحب تسحبوا نتائج التحليل تلاقوا النسبتها بالدم الطبيعية هي مرتفعة فهي شيء مهم حتى للجسم لكن لحنا في توازن معين إذا طلعنا براته أي شغلة حتى لو كان فيتامين بزيد عن حده ممكن يقلوب ضده التوازن وأنه يكون عندنا غذاء متوازن كتير كتير وارد الفيتامين يكون كامل مثلا عندنا نقص معين ممكن نعوضه بحبوب أو نعوضه بأنماط تغذية ممكن تكون ما خارج عن بصراحة تغذيتنا شوي السوري مع أنه مطبخنا طيب الحقيقة جدا تماما ودرسنا طيب معه بس الطه الزايد بيروح كل شيء اسمه فيتامينات بيقضي على كتير من البروتينات بدرجات حرارة قبل ما توصل لدرجة الغلايان فيه شلات بتروح بالستين وشلات بتروح بالسبعين وشلات بتروح بدرجة حرارة ثمانين فلحنا عم نخسر كتير من الوارد البروتيني والوارد الفيتاميني فتلاقي الشخص ممكن يكون صحته كتير منيحة واسمينه ممكن يكون معه مشاكل تانية تطلب الدفاع الدم أو بأي شيء تاني هلأ موضوع التغذية موضوع شائك بيختلف حسب العادات الغذائية للشخص متى ما حسنا نحنا الوارد الغذائي بنحسن مقاومة جلدنا الوقائيات التانية بتقول انه احنا نبعد عن الشغلات اللي بتأزينها مثل ما حكيته ممكن نكون البيئات الآسية مثلا اذا عايش اليوم بمنطقة فيها بيئة آسية فيها جوجاف اعتمد على مرتبات بسيطة ممكن تساعدني بعد عن منظفات الآسية بعد عن الغسول ممكن تكون احيانا الست ايام ترجع انه انا عم بحط غسول تفترض انه هي قامت بالواجب تبعا طب الغسول هو مركب كيماوي الحقيقة ممكن نكون عم بيخرشنا الاعتماد دايما على مثلا بالمناطق الرطبي نعتمد على الشغلات اللي بتخفف من افراز الدهنة تبعنا بس بشكل لطيف ما بشكل اجرسيب حاد مبعد عن الشغلات اللي ممكن تأزينها بعضا يعني مثلا كتير في عنا عادات عن الستحكينا فيها كتير وللأسف ترتبط عنا اجتماعيا موضوع الميكاب المفرط موضوع انه انا بحط ميكاب اذا بدفوتش رفنا جانا هو عن جارتي هي هون مشكل هي عادة صارت عادة تماما لكن هي مع الايام بيندفع تماما يعني هاي المشكل مثلا اللي بيعانوا منا الاغلبية استعمال واقيات الغير دقيق او الغير مدروس انه انا بجي بقول انه استعمالت واقي فرنسي بفترض انه انا استعمالت الافضل طب هذا الواقي معمول لفرنسا لفئة عرقية مختلفة عن فئتنا العرقية تماما لبيئة غير بيئتنا فلحنا بنجي من اطلع اليوم انه انا استعمالت هذا الواقي وليه كيفين ازيت طلع ليه كلف هو الحقيقة انه اغلب النساء هني اللي بيستعملوا الواقيات والوحيدين من بين الفئات اذا انا رجل امرأة ولد هي المرأة اللي تصاب بالكلف نتيجة العادات استعمال الواقيات بديل الفونديشن واحد اللي هي ماعد بيهمني النوع بيهمني كيف المظهر واللي ما بتتناسب معنا بيئيا الحقيقة اكيد دكتورة هلا اذا بنا نرجع نحنا لموضوع الاكزيما كتير من الاهالي عم بيتابعونا وبيكونوا كتير خايفين انا ما بدي ابني او بنتي يصابوا بيئا الاكزيما لانه كتير هي مثلا بيقولوا لها اثار جانبية كتير كبيرة مشا ما يتصر مثلا ابنهم ياخد الكورتيزون ممكن نرجع نسلط الضوء على اسبابه ومراحل العلاج من الاكزيما الاسباب مثل ما حكينا الاكزيما هي شيء متفرع كتير يعني كتير يعني عندك اليوم بتبلش من الاكزيما البسيطة وانت طالع بقى لحالات اكزيما ممكن تكون معقدة ممكن ترافق الانسان كل العمر بتبلش بعمر ممكن يكون الانسان طفل لاسباب ممكن تكون تحسسيها الحليل ممكن دكتور حتى الواطن ممكن احيانا يسبب اكزيما تطابعا لكلامك اللي كنا عم نحكيه اي مستحضر اليوم ممكن انت تتعاطي معه ممكن يعملك اكزيما تماس مع اي شيء فيه ناس ممكن بالمناسبة الاكزيما من ضمن التفرعات طبع الشريء التحسس ما فيه ناس بتتحسس على درانية ولا كيوية ولا هذا الموضوع بيجي تحت مظلة الاكزيما الحقيقة اللي هي الامراض التحسسية فاي شيء ممكن يعرضنا لا تحسس هلا كيف نمنع انا طفلي انه انا ما ينصاب بالاكزيما للأسف انه انا ما فينا يمنعه عن شيء لحتى تجرب يعني انا ما حدا بيعرف حاله معه اكزيما او تحسس تجاه شيء الا لا يوقع فيه فيه اطفال بيكونوا ولدان بيطل عندهم تحسس على الحليب ولو كان حليب لهم فهذا الموضوع عدم تحمل اللاكتوز او غيره ممكن يعمللي حالات اكزيما في حالات اكزيما تكون مختلطة بتختلط بالفطور في حالات اكزيما ممكن تكون ناتجة عن مواد تماث قصرية يعني الناس بيشتغلوا بالاسمنت مثلا الناس التماس ببعض المهن مع بعض المواد الكيميوية ست البت تماس مع مواد التنظيف هاي ممكن للشغلات اللي بتأثر فيه شغلات جسدية مناعية ممكن ينتأثر فينا مثلا موضوع عند الاطفال اللي احنا منذير بنا موضوع مثلا إذا عندهم التهاب لوزات بشكل متكرر أو بيأخذوا صادات لفترات طويلة هلا هذا ممكن يحرد كتير من أفات الإكزيمة مثل الإكزيمة البنيوية عندهم ممكن يحرد عندهم إكزيمة صدفية ممكن يحرد عندهم أشكال كتير ممكن ما نكون متوقعين يعني لحنا مشكلة الإكزيمة ما أنه موضوع جفاف جلد ممكن يتظاهر معي بجفاف ممكن يتظاهر بحمراء ممكن حكي ممكن ولا عرض بس حكي ممكن فقاعات هي من المقلدات الكبرى فموضوع الحكم على الإكزيمة هو نوعه مفترض يتم عن طريق الطبيب لا سمح الله وقع أي طفل فيها يتم متابعتها هناك وبتم إجراء التحاليل اللازمة لأنه كتير أحيانا بيكون سبب ناقص فيتامين دال ناقص كيلس أو تماسيمة بعض الأمور أو أفات منعية يتم إجراء التقصي اللازمة وعطاء العلاج أو الوقاية اللازمة بالنسبة للطفل أو حتى لها الكبير نعم يعني دكتور هاقي موضوع الإكزيمة هو كتير أحيانا بيشعر الشخص خضوعه للعلاج يمكن شوي بضى طولة بال كتير بضى طولة بال أحيانا نحكي لك هيك شغلة وأحكي لك ياها سمر بفترة من الفترات نتحسس من شغلات معينة سواء بالربيع كل فترة من الفترات هيك بيكون عندنا حساسية من مادة معينة مثلا أنا الفلافلة أنا كتير بحبها فترة من الفترات أنا ما قدر أكلها لأن الجسم كله عم يتحسس منها بتروح حيد الفترة بتجي فترة تانية يعني ممكن يتحسس واحد خلا نقول كمان من الدراء اللي عليه وبر أو من البامية شو هاي شو سببها هلا هاي عوامل أرج الحقيقة أنه اللي احنا نتقلنا هون لشكل من أشكال الأكزيمة هو موضوع التحسسات المسمية التحسس هي مواضيع الشري هلا عوامل الأرج بهيك شغلات هي عامل شخص يعني مثل ما حكيتي ممكن حدا بيتحسس من البامية والتاني لا هلا بتكون عنصر من العناصر بتكوين البامية بتسبب له هذا الأرج أو هذا العامل من التحسس وممكن هذا العنصر ينوجد بأكتر من أكلي فبتلاقي أحيانا اللي بيتحسس على البامي هو نفسه اللي بيتحسس على الضراء مثلا عرف تالي شو حسب العنصر اللي بيتحسس فيه للأسف هذا الموضوع جوز واحد يجي إلي أنا والله صلي عشرين سنة عن باكلة هلا أتحسست وارد جدا هذا الكلام بيظهر عامل أرجي فجائي بيتحرد بيكون موجود تحت حات عنده وبعدين بيتحول للشكل الحات النهاي موضوع الاستقصاء فيه الشي مهم أنك تعالجيها بتتعالج بسهولة لكن العزل الأهم شي في الإلاج يعني أنا بتحسس من قصة وإني بعيد عنها هذا أحسن شارعي بيتدرون فيها بعيد عنها أكيد دكتورو النفسية قداش بتأثر على الأكزيما عند الكبار بالأخص يعني مثلا إذا حدا تعبان نفسيته بيصير فورا مثلا يحك مثلا بالمنطقة بتطلع فيها الأكزيما وبتمتشر الأكزيما بهاي المنطقة نفسة كل ما يزعل أو تتعب نفسيته بترجع الأكزيما بالمنطقة نفسة شو السبب؟ العامل النفسي صرت بتحطيه هلأ مسبب رئيسي لكل شي يعني اليوم طالما أنت ما بس ما نطلع موضوع الجلدي بتسمع عن واحد نزعج صار معه سكر نزعج صار معه قل جلط جلط راح فيها يعني تخيلنا وشاب عفوف وممكن يشيب يعني الحقيقة نحنا العامل النفسي هو شيء فضيع يعني ما فينا نحطه طبعا فينا نحطه وين ما بدنا يعني أنا فينا إيجيناي المريض اللي هو والله عامل نفسي طبعا لا ما بصير هي بسوي من عوامل هلأ أغلب مشاكلنا يا دكتور هي نفسي نحية مشاكلنا نفسي لأنه هي بترجع أنه هلأ فيه ظرف البلد فيه ظرف أثر على الحياة عند الإنسان فيه استرس عم بيعاني منه بحياته العادية اليوم فيه خوف من مساكل إلو علاقة اليوم اللي عنده ولاده ومتخاف عبوستابل يعني فينه الواحد ينكوش مشاكله وينما بده وفينه يتعامل مع حاله اليوم بشكل يومي بالنهاية العامل النفسي أكيد إلو دور أحيانا بتدخل بخط العلاج ومضادات التوتر وما أحيانا أنا بدن نسبي إليه بدخله عن 90% من الحالات وقت بيكون عوامل استرس إلى عوامل تحريض ممكن تكون هاي عوامل تحريض كاذبة يعني بتلاقي بنطلب التحاليل للمريض بتلاقي ما عنده ولا مشكل لعنده مشاكل لعنده ارتفاع بعمل حساسية اللي عنده مشاكل اليوم بنيوية ما عنده اي مشكل مسبب بنلجأ لنطلع لحياة المريض بالله إنه هو بيعاني من استرس ممكن يكون بعمله الوظيفة بحياته الأسرية طالب مثلا بالبكالوريا بتكترننا هيك الحالات هلا بتصير هاي الموضوع موضوع هو تحكمه بالأنتي استرس يعني بنعطى بعض المستحضرات الخفيفة اللي ممكن نتحكم فيها في بعض الأمراض بيكون سببها مشاكل غير موضوع اللي عندهم بعض المشاكل النفسية المرضية بيأخذوا بعض الأدوية أحيانا الأدوية نفسها ممكن تسببنا مشاكل تحسوسية الحقيقة الموضوع شائك الموضوع يرتبط بكل مريض كل مريض هو حالي وموضوع الأجزيمة كتير واسع لكن بشكل عام هو كتير شائع مشكلتنا اللي احنا هون ببلدنا إنه المريض بفكرها إنه هي حكي راح دهنت الله كريم أخدت الله حبة تنتي استني إيما أنا هيك ممكن تكون هذا الموضوع يعلق معه سنين إذا موضوع ما استدركه بشكله الصح الاستقصاء السؤال الاستجواب المريض التحاليل هو الشيء مهم بالتشخيص وبالمعالج لاحبا أكيد لأنه مثلا أنت مثلا ابنك مردان يا صالي بتروحي عن جارتك والله معي أكزيمة هي أكزيمة خديرة استخدمي له هذا الدواء أو هاي الخلطة الطبيعية يعني قديش هاد الشيء كتير مدر يعني كل لا ما بس مدر في مدر ما بس للمريض في عنا مشكل تاني بيجينا المريض إذا كنت عم بوصف له مرهم في شوية كورتزون مثلا لحاجة كورتزون خفيف دكتور أنا ما بأخذ كورتزون هو وصف الطبيب بس بقول مريض ليش ما بيأخذك؟ لا هو ما هون فكرة لأنه كورتزون هو من اسم الكورتزون بخاف ببلدنا الكورتزون والإيدز حساب واحد ملعرف ليش هيك يحاسبينهم مرحب شلور حاسبي دايما بيجوني خافين مع أنه هني بكونوا بخمسين بشري مرهم كورتزون ومس بيجوا لعند وصفة الطبيب يبينزل عليهم القواعد الطبية الصحبة هاي المشكل المشكل رقم اتنين أحيانا استعمالنا لهاي مستحضرة يعني لأيو كريمات شو بتتسمع؟ بيدقوا على وصفة الطبيب عن جارتهم لعندهم عايزة هايتي الخاصة الطبيعية لأشيك ملأني المشكلة إنو إذا أنا عندي مشكلة إكزيمة مثلا إذا حتطلوا بعض المراهم اللي بتكون خلطاته غالبا ممكن يكونوا بيداجروا فيها يا طب عربي يا صيدلية يا شغالية بدون شكل عشوائي أحيانا وقت بتحطي له هذا المستحضر أنت عم يتغيري شكل المرض ولحنا الجلدي بنعتمد كثير على على النظر الحقيقة مع القصة السريرية عامل النظر مهم يعني الفحص السريري مهم بالنسبة إنا وهذا فحص عياني إذا غيرنا الشكل ممكن يتغير معي التشخيص وضيع الطبيب مفضل دايما بيكون عنا مشكل جدا نلجأ للطبيب ما نغير شكل المرض لأنه رح يمكن يضيع الطبيب ويعطيهم مش علاج لمشكل تاني يعني تعقبا على حكي سمر أنه جارة بتوصف لجارة دواء أو بتقلها حطي له مورد أو حطي له شوية طابونة حالي هاي نصد صيدي المورد ما عنا مشكل فيهم بس ما يحطوا كريبات ما عنا هم أو حطي له هيك شي يعني كمان ممكن يزيد عامل الخطورة اللي نحنا هلأ رح نسلط الضوء عليه بالأكزيمة لأي حد ممكن تكون تشكل في حال أهم العلاجة أو نعطى العلاج بالطريقة غير صحيحة أدي بتشكل عامل خطورة تبلاش بشي معين وبتنتهي بشي أكبر عامل خطورة بتبلش من العلاجات الخاطئة الممكن تسبب لنا من ضمور الجل لمشاكل غير عكوسة أحيانا متصبغات أو أسار ممكن تكون ندبية للجل نتيجة بعض المعالجات في بعض المعالجات بيستعملوها تكون حارقة بتترك ندب ممكن تترك أحيانا استعمال كورتزون مفرد ببعض المناطب يعمل لضمور بالجل غير عكوس أو توسع بها سطح كوب الروزات لا نوصل لمرحلة أنه حالة حساسية بسيطة ممكن يندخل المريض بشك أو بصدمة تحسسية وهي الصدمة ممكن يدخله مشفى وإذا كان مشفى بعيد ممكن يمله تشنج بالقصدات في روح فيها في بعض حالات اللي بتنجرب في التحسس بتعملنا وزمات في ناس بتقول لك وره مشفتي وره متعيني يا لا واحد بقول له خد لك إبري عند الصيد هاي هاي غلط هاي هاي غلط هاي ممكن بلحظة أنه تتطور معه لو يوصل لمرحلة اختناق يكون بعيد عن أي نقطة طبية أو عن أي وسيلة تسعافي أو يوصل إسعاف لمنطقة أو لمشفى ما يقدر الطبيب الإسعاف يتدارك القصة لأنه عم يتعامل مع مجهول بلحظة فطبعا ما عن سوء تأدير أو سوء ألم لا لا فهلا بعض الحالات للإسعافية ممكن تكون مربكة للطبيب المسعف الله يعينه أنه ما بقدر يعرف خلفياته فدائما نتعامل مع مشاكلنا باهتمام أحسن يعني اليوم مثل ما اليوم بصير عنا مشكل بأي منطقة بجسنا بروعة الطبيب لا يتعاملوا مع المشكل الجلدي أنه هو موضوع شغلي بسيط ومندهن لأننا نتعامل مع جلد بشري ما نتعامل مع جلد جزان أو جلد جاكيت ندهن وشي شري هذا الموضوع هو وجهتنا هو حياتنا منحرج منه إذا كنا عم نسلم على حدا ولا بشكل وجهنا ولا أزاعد دحكينا قدام العالم يعني طالما موضوع كتير بهمنا نتعامل معه بشيء من الاهتمام أكتر الطبيب أقدر بكتير من أي إنسان ممكن نسأل أو نفتع على النات والله مسكت النات وأريت وطلع لي كذا وحطيت الدواء وطلعتي هذا المرض يساب طيب هلأ مثلا الدكتور اللي عنده كمان مثل ما أنا طفل ومصاب بالأكزيماء ممكن كمان نصائح أخيرة أنه لازم يرتدي الملابس القطنية وحتى الغطى قطني ويتصله أضافره مشان ما يجرح حاله بالمناطق اللي بتسبب له حكة وهيك شو ممكن ده أصف في أصف أخم صدر العادات الغذائية عند الأطفال نحن تعودنا نسكت ولادنا بالشالات الطيبة بنسميها البومبون الشوكولات والشالات اللي هي أخذية الأطفال للأسف 3 أربعة ما 3 أربعة نكون كتير معها لطيف بالنسبة 99% منها مؤسس الأسباب أنه اليوم دايماً قروس الشغلي اللي بتحطوها لأولادكم إذا قريته 3 أربعة كلمات فهمتوهن وبقية الكلام ما فهمتوهن شيبهن منتج كبوب الزبالي يعني دكتور موضوع كتير مهم عمد صلت على أنت الضوء والداخلي قبل الخارجي همشا يمكن وقفات عديدة المعلومات اليوم حكيتها يمكن أنا أو مشاهدينا أول مرة بيستفيدوا مننا فحيكون إلنا وقفات تانية لمواضيع تانية الأجزمة الحساسية غير البشرة بحر ما بنخلص إذا حكينا عنه من هو لبكرة فبنتشكر كتير وجودك معنا نتشكر نصائحك والمعلومات القيمة نورت صباح ندف